زيت جوز الهند وحليب جوز الهند مكون واحد بس هالوصف اللي تعلمتها بسير لنكه طلعت كتير بسيطة وراح تكون ممتازة لشعرك ليكون ناعم ومثل الحرير وبشرتك صافي وكتير ناعمة وكمام تقدر تطبخوا فيه لأنه خالي من الكولسترول بدنا 6 أكواب من جوز الهند عليهم 6 أكواب من المي المغلية حطيتهم بالخلاط وأنا خلاطي جزء من عجانتي اللي هي إديسون لازم تخلطوه كتير منيح من 5 دقائق إلى 7 دقائق ليتشكل عندنا حليب جوز الهند باخدهم بحطهم بالمصفاية شايفين هلا بيان معي حليب جوز الهند وصفيتهم كتير منيح وطلعت الحليب اللي تركته يبرد بدرجة حرارة المطبخ بعدين دخلته على التلاجة 24 ساعة بلاقي الطبقة شايفين مثل اللي بلاسك تكونت على وجه الحليب أخدتها وحطيتها بمقلاي ورفعتها على النار وبلشت أدوي فيها شوي شوي طبعا الحليب يحتفظوا فيه بمرتبان بالتلاجة وبضايل معاكم من أسبوع لأسبوعين الزيت يتشكل معي بعد 5 دقائق إلى 10 دقائق حسب الكمية اللي انتوا رح تعملوها وكل ما عملته كمية أكبر بيكون أحسن شايفين فصل الزيت معاي تماما صفيته بمرتبان يحتفظوا فيه لمدة سنة بيجنن للشعر للبشرة ورجسمكم شكرا شكرا